مرحبا بكم أنا عمر عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من حلقات بودكاست جدليات عن مؤسسة التكوين اليوم نتناول موضوعا بالغ الأهمية والحساسية في المجتمعات العربية المعاصرة ألا وهو احترام الأقليات وإشكالية الهوية والاندماج حول هذه القضية الهامة يسعدني أن أصدف الأستاذها الدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس والتي صدر لها العديد من المؤلفات في تخصصات علمية مختلفة منها سوسيولوجيا المكان من زيميل إلى ما بعد فوكو قضايا المرأة المصرية بين النسوية وما بعد النسوية ولها أيضا خبرة في مجال الترجمة حيث ترجمة مقدمة في علم الاجتماع الثقافي أهلا وسهلا دكتورة سامية أهلا بحضرتك زيزة عمر دكتورة سامية يعني في البداية سنتحدث عن مفهومين مفهوم الهوية ومفهوم الأقلية لو بدأنا بالهوية كيف يمكن أن نعرف الهوية هل هي مسألة ثابتة أم أنها ربما قابلة للتغير قابلة للتطور بتطور الزمن وبتطور المجتمع هل يمكن أن يختلف هذا المفهوم مفهوم الهوية من جيل إلى جيل؟ أكيد بالطبع طبعا مفهوم الهوية بيختلف مش من جيل إلى جيل ولكن حسب السياق الاجتماعي العام اللي موجود في مجتمع من المجتمعات رغم أن الهوية أنا في رأيي الشخصي بتبنى على الأرض على الوجود على الأرض أي أن كان هذا الوجود أصيل يعني أنا ولدت ونشأت في هذا وهذا وطني وهذه أردي أو جئت إليها وحصلت على جنسية جنسية هذا الوطن أو هذه الأرض وأصبحت جزء لا يتجزأ منها أو جئت بطرق أخرى عن طريق الزواج أو الإقامة أو العمل وحصلت أيضا على الجنسية في الحالة دي هويتي هي على جنسيتي على وجودي في هذه الأرض على هذا المكان وأصبح هناك ارتباط بالمكان وأصبح ليه انتماء لهذا المكان أعتقد أنه هو هذا المكون الأساسي لفكرة الهوية يأتي بعد ذلك الثقافة الثقافة برافضها المختلفة اللغة التي اكتسبتها من وجودي على هذه الأرض أو هذا المجتمع يعني باعتبار أن المجتمع هو أرض وبشر يعني فاللغة التي اكتسبتها وعناصر الثقافة الأخرى التي اكتسبتها على مدار حياتي كل هذه عناصر أخرى مكونة للهوية وبالتالي أصبحت أنا أنا ولدت في أرض مصر أنا مصرية أنا اكتسبت اللغة المصرية الثقافة بتسري في عروقي وفي دمي وفي فكري وأعيش بيها كل هذه مكونات لهويتي وإن كانت الأرض تجب كل هذه العناصر الأخرى حتى لو كان الإنسان أو الشخص المراد يعني معرفة هويته غير مصري حتى لو كان غير مصري يعني إحنا مثلا في وقت من الأوقات جاء اليهود وعاشوا في مصر وجم المسلمين في فترة تاريخية أخرى لكن أصبحوا مصريين وبالتالي اكتسبوا الهوية المصرية فإذا أصبح هناك تعددية ثقافية ولكن في الآخر أمة مصريين فبالتالي الوجود على الأرض لإن إحنا حتى تعرفنا للدولة أي من ثلاث مكونات أساسية إقليم بيضم شعب أي أن كان هذا الشعب من أين جاء ولكنه أقام وعمل حياة مشتركة لإن في تعريف المجتمع إحنا المجتمع بنعرفه على إنه هو مجموعة من البشر جاءت من حيث جاءت بقى أو عينما جاءت وعاشت على هذه الأرض أو في هذا الإقليم واكتسبوا ثقافة واحدة وعاشوا مع بعض في تعاون في التسامح في إقاء إلى آخره وكونوا المجتمع وفي الآخر هذا المجتمع بتحكمه يعني سياسة معينة حكومة بقى كانت أو شكل من أشكال السلطة اللي بتعمل على ضبط الناس في المكان وعلى حماية هذا المكان من أي خطر خارجي فده تعرفنا فإحنا بنكتسب هويتنا بناء على وجودنا في الأرض طيب ده تعريف المطلق يعني هناك أشخاص هناك ربما حتى جماعات تأتي إلى أرض ما إلى بلد ما ولا تشعر بأن لها نفس الهوية يعني نفس الهوية التي يتمتع بها أصحاب هذه الأرض طبعا وده موجود وهو هنا مصدر الخطر وهو هنا مصدر الخطر واللي عمل مشكلة الأقليات في بعض المناطق في الوطن العربي وفي غير الوطن العربي لأن إحنا لما نتكلم على مشكلة الأقليات الذين جاءوا من هنا أو من هناك إحنا بنتكلم على مشكلة عالمية الحقيقة مش مشكلة في الوطن العربي يمكن لها خصوصية شوية في مجتمعاتنا العربية لكن على مستوى العالم موجودة الدول اللي قدرت إنها تستوعب هؤلاء القادمين وتصهرهم داخل المجتمع وتدير هذا التنوع بكفاءة وفي إطار مبدأ الموطنة في إطار مبدأ العدالة استطاعت أنها تحقق استقرارها في عكس الدول التي وفد إليها مهاجرون من دول أخرى أو من مناطق أخرى ولم يحظوا بالحقوق أو لم يستوعبوا ويدمجوا داخل الجماعة الوطنية أو داخل الجماعة الأصلية الموجودة فدي مجتمعات بتواجه أكيد تحديات زي ما حضرتك وضحت في كلمتك لفتتحية طيب كيف يمكن تعريف الهوية الجماعية كيف يمكن أن تتشكل في وجود أقليات ذات الهوية الجماعية الهوية الجماعية وهي دي اللي بتشكل تحدي في عالمنا إن إحنا كل المكونات أو كل مكونات السكان على اختلاف يعني وجوده من أين جاءوا أو أصولهم منين اللي بيعيشوا في دولة واحدة تحد هوية جماعية واحدة باعتبار إنهم مواطنين حسب مبدأ المواطنة اللي بتنص على الدستير تاريخيا وحديثا إن طالما كلهم بيعيشوا في إطار جماعة واحدة جماعة اجتماعية واحدة أنا هروح هنا ناحية الاجتماع مش هروح ناحية السياسة جماعة اجتماعية واحدة بيقوموا بنفس الوجبات وبيقدوا ولازم يحصلوا على نفس الحقوق في الحالة دي الهوية هتبقى مشتركة عندنا بقى صراء عندنا صراء في المجتمع عندنا ناس بتتكلم أمازيغي عندنا ناس بتتكلم عربي عندنا ناس بتتكلم المصرية العمية عندنا ناس بتتكلم بلغتهم الخاصة لكن كلنا بنشترك مع بعض أنا عاوزة أشير هنا في الإطار دا للأغنية العبقرية اللي عملها أحد الشباب لإحدى شركات الاتصالات اللي بتقول علشان لازم نكون مع بعض علشان شايلانا نفس الأرض رغم اختلافاتنا الثقافية واختلاف هويتنا واختلاف لغتنا وحضرتك طبعا أكيد عارفوا كل اللي بيسمعونا النهاردة عارفين هذه الأغنية العبقرية اللي بتدل على التنوع طراء التنوع طالما بنعيش على نفس الأرض لنا هويات دا بيخلينا بنبقى مجتمع لما عادت أشوف الكومنتس اللي على اللي جات على الأغنية دي من دول عربية تانية ناس كتير قوي أنا أتمنى تكون عاشت في مصر أنا أتمنى أكون واحد من هذه الهويات الثقافية يعني لقيت حاجات إيجابية جدا 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 بتؤكد على فكرة إن الثراء في الهويات المختلفة اللي بتجمعهم هوية اجتماعية واحدة في دولة واحدة وبينصهروا مع بعض وبيعيشوا مع بعض ولو حللنا مضمون هذه الأغنية حنكتشف إن الهوية الجماعية حتى وإن كانت فيها تعددية هي طراء للمجتمع وهي اللي بتشكل في الآخر الحديقة الغناء الجميلة اللي فيها ظهور متنوعة بدلا من أن يكون فيها ظهرة واحدة أو أشواك يعني يعني نأتي إلى مفهوم الأقلية كيف يمكن تعريف مفهوم الأقلية في السياق العربي المعاصر؟ أو في السياق العربي بتعرف الأقليات باعتبارها من حيث العدد وكمان بيدخل فيها الأنصر الديني في أغلبية لها دين معين في مقابل أقلية لها دين آخر ودي الحقيقة هي الإشكالية تداخل مفهوم الديني مع العدد بيخلي فيه إشكالية كبيرة في مجتمعاتنا العربية واللغة طبعا يعني في بعض السياقات الاجتماعية أحيانا يعني أنا مثلا أدي مثال بالأمازيغ مثلا في شمال أفريقيا الأمازيغ بيشكلوا 80% من سكان تونس والمغرب مثلا توري المغرب والجزائر وبيشكلوا 60% من سكان ليبيا وتونس وبالتالي هم أغلبية لكن بسبب اللغة وبسبب الأصل أو يعني أنهم أصولهم مش عربية أو مش كل أصولهم عربية دي إشكالية كبيرة جدا مازال الأمازيغ حتى يومنا هذا لا يتمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة لا يتمتعوا بكافة الحقوق لا الثقافية ولا الاجتماعية وربما السياسية فبالتالي فكرة دخول فكرة الدين مع اللغة رغم أنهم مسلمين يعني رغم أن الأمازيغ يدينوا بالنفس الإشكالية فيه مثلا بالنسبة للأقراد يعني هم أغلبية عددية عددهم لأنهم موزعين على مناطق متعددة في الوطن العربي لكن لا تمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة أو هم بيعتبروا أقلية وفقط ما ملاحظة يا دكتور ساميح أن الأمازيغ في السنوات الأخيرة وأنا لست خبيرا في ذلك إنما أنا من منطلق إعلامي يعني ألمس أنهم حصلوا على غالبية حقوقهم في بلدان مثل المغرب مثلا هناك نشرات إخبارية باللغة الأمازيغية في التلفزيون المغربي ونشاطات ثقافية للمراكز الثقافية واحتفالات برأس السنة الأمازيغية واحتفالات أخرى تتعلق بهذه هل استطاع كل الأمازيغ في كل المناطق التي يوجد بها أن يتمتعوا بكافة الحقوق؟ أنا أعتقد أنه لسه في حقوق منقوصة ربما إعلاميا في بعض المكاسب ربما سياسيا في بعض المكاسب لكن أنا بقول لحضرتك الكلام ده من واقع علاقتي ببعض الجزائريين وبعض المغربة الأمازيغ اللي لسه ما زالوا بيعبروا على أنهم مثلا بيقدروا يستخدموا مثلا اللغة الأمازيغية في البحث العلمي مثلا أو في علاقاتهم مع الآخرين يعني لسه ما زالت فيه تحديات مش هقول حقوق كاملة لكن حقوق منقوصة وأنا علشان أحقق الدولة الوطنية الحديثة أو الدولة المدنية الحديثة لازم أمتع الأقليات بكافة حقوقهم هو ده المبدأ الدولة الوطنية أن كل الأقليات اللي بيعيشوا في كنف هذه الدولة أو في إطارها لابد أنهم يتمتعوا بكافة الحقوق مدلهمش شوية حقوق وخليني أتكلم من مصر وبصراحة يعني مثلا نتكلم على المسيحيون المصريون مثلا المسيحيون المصريون رغم أنهم مكون أصيل من مكونات هذا الشعب وهمش مهاجرين ولا وافدين هم موجودين لكن في حقب سياسية معينة أو في سياقات اجتماعية معينة تاريخيا لم يتمتعوا بكافة حقوق الموطنة وحتى يومنا هذا أيضا لم يتمتعوا بكافة حقوق الموطنة رغم الوجود رغم الوجود واللغة بيكلموا اللغة المصرية عندهم آه ثقافة دينية خاصة ولكن مع ذلك لم يتمتعوا بكافة الحقوق وده واضح للعيان يعني مش موضوع على الرغم من زي ما حضرتك بتقولت إعلاميا مثلا لو نبص مثلا في التتريات الأفلام بتاعة السبعينات والتمنيات والتسعينات هنلاقي الحضور المسيحي في العاملين بالإعلام حتى اللي وراء الكاميرا وحتى اللي في أماكن مختلفة هنلاقي حضور ضعيف جدا لما نيجي في السياق الحالي هنلاقي هنلاقي السياق مختلف عمرنا ما شفنا مخرج مثلا غير في التلاتينات والأربعينات لكن في الفترة ليه لا إن السياق السياسي ما كانش يعني أو الخطاب السياسي عمل شرخ في هذا الوجود المسيحيون في مصر أقلية أنا شخصيا أنا ما باعتبرهمش أقلية أنا باعتبرهم مكون من مكونات الشعب المسيحي بالنسبة عددهم بالنسبة للأغلبية أقل لا يعني حضرتك يعني أشرتي عندما ضربتي أمثلة بالأقليات قلت المسيحين المصريين ما طبعا ما هو الدولة بتعتبرهم أقلية والعالم كله بيعتبرهم أقلية والبحثين أقلية مصرية أقلية مصرية أقلية دينية أقلية أقلية الأتنين أقلية مصرية أقلية دينية أنا باعتبرهم أنا باعتبرهم أنهم وفقا لمفهوم الأقلية وتعريفه العددي من حيث العدد يعني أنا في رسالتي للدكتورة في التسعينيات مثلا لما جيت أعمل سيرش على تعداد المسيحيين في مصر لقيت ما فيش تعداد واضح وصريح والأعداد بتتزبزب ما بين خمسة وسبعة ما بين خمسة وسبعة وكان ساعتها مثلا نقول كنت تعداد مصر سبعين مليون مثلا خمسة وسبعة يعني خمسة وسبعة ده حوالي عشرة في المية على الرغم أن في أماكن أخرى أو بحثين آخرين قالوا مثلا عشرين في المية من تعداد السكان في وقتها وبعدين العدد بيزيد وتزبزب صعودا وهبوطا أيضا وفقا للمناخ السياسي السائد وتعداد السكان أنا لا أعتمد على التعدادات الرسمية في حصر لا أعداد المسيحيين ولا غير المسيحيين ولا في حصر ظواهر متعددة في المجتمع المصري الحقيقة ويعني مش عيب إن إحنا نقول إن لسه في فجوة على الرغم برضو علشان الحقيقة إن جهاز المركز التعبئة والعامة والإحصى في مصر بدأ يحسن من أداء وإن البيانات ابتلت بأكثر صدقا وأكثر وقعية لكن أنا كمان أنا مقدرش أقول إنهم أقلية بالمعنى الشائع لمفهوم الأقلية لأنهم موزعين جغرافيا على كل مصر حتى ومكان تركزهم في الصعيد مثلا أكتر لكن لأسباب تاريخية يعني وجودهم في الصعيد لأسباب تاريخية دينية أيضا ولكن هما موزعين يعني يحضرني في ده كان فيه حد من البحثين عامل بحثة غير مسيحية عامل دراسة عن هموم الأقباط في مصر وهي مأكدة تأكيد يعني قاطع على إن الأقباط في مصر وعلى فكرة قدمة أقباط هي بتدل على هويتهم يعني من غير ما نشرح فيها لأنها معروفة للجميع لكن هي حتى صورة على الغلاف لخريطة مصر وهي حتى الأقباط حتى علامة صليب على كل الأماكن دلالة على التوزيع الجغرافي فبالتالي أنا مقدرش اعتبرهم أقلية دينية بالنسبة للأغلبية لكن هما من حيث العدد أنا ما بعتبرهمش أقلية مقدرش اعتبرهم مثلا زي المسيحيين في سوريا أو زي المسيحيين في العراق أو زي المسيحيين في ليبيا مقدرش مقدرش اعتبرهم أقلية دينية وإن كان لهم دين غير دين الأغلبية طب ما هي التحديات اللي تتواجه الأقليات في العالم العربي؟ التحدي الرئيسي هو الإحساس بالوجود الإحساس بالوجود ضمن الجماعة الوطنية ده مسألة جد خطيرة وإلا ما كناش اعتبرنا أو ما شفناش شفنا كل الصراعات وكل القلاق اللي حصلت فيه المنطقة العربية لأن عدم الإحساس بالوجود وعدم الإحساس بالمواطنة وعدم الشعور بأن الحقوق منقوصة والاستبعاد والإقصاء الاجتماعي الاجتماعي كمان مش بالضرورة يبقى السياسي يعني لما يبقى فيه تمييز واضح وصريح ضد المختلف مع الأغلبية أعتقد ده يخلي الإنسان يعني عرضة أو فريسة لأي حد يجي يسيطر على فكره تمييز من مين؟ من الأغلبية من الأغلبية ممكن التمييز من الأغلبية يعني أنا عندي قناعة يعني كواحدة بحثة أن الناس مع بعضها وهي بتعيش في الحياة اليومية ما بيمارسوش هذا التمييز لكن لما الخطاب السياسي يلعب دور في تحريك الاختلاف أو في التنبيه إلى الاختلاف أو الاستعلاء وسيادة لغة الاستعلاء ويغة الإحساس بالذات الأخرى المختلفة ده بيدي إحساس للآخر المختلف الأضعف أو الأقل من حيث العدد أو المختلف في الدين بيدي له إحساس بالظلم الاجتماعي بيدي له إحساس بالتهميش بيدي له إحساس بالإقصاء وإحنا شفنا ده في منتصف السبعينيات والحد مثلا التسعينيات وإحنا بنشوف ده يعني لم ينصالح الحال إلا مع الدعوة إلى مبدأ المواطنة العالمية وحقوق الإنسان ودخول الدولة في معاهدات دولية ومحاولة الدولة للإصلاح يعني ما أفسدوا العقود السابقة كل ده خلى الناس تبتدت تشعر بأن يعني فيه أمل في الإصلاح والحقيقة يعني أنا بشوف ده زي ما ديت مثال لحضرتك في الإعلام بشوف ده في الحياة اليومية بشوف ده في حياتنا وإحنا عايشين على الأرض بشوف أن فيه يعني كده ملامح أو إرهاصات لوجود ربما يعني أتمنى أن ده يدوم تغيير في علاقة الناس ببعض مع تسعينات القرن العشرين إحنا عارفين أن إحنا دخلنا في مرحلة مختلفة تماماً في طريق البشرية اللي بيطلق عليها العولمة يعني بيطلقوا عليها ما بعد الحداثة بيطلقوا عليها العالم ما بعد العادي يعني إحنا ما بقناش في المجتمعات العادية اللي فيها تناحر وفيها خناقات وفيها إحنا في مجتمع جديد صحيح هو فيه جاء بسلبيات عديدة جداً للبشر وأهمها تفكك المجتمعات العربية على الهوية سواء الهوية الدينية أو الثقافية وهو يعني طرح قضية الأقليات على السطح واستخدمت كآلية لتفكيك المجتمعات دي واللي إحنا عايشينه دلوقتي في الشرق الأوسط كله نتيجة للعولمة نتيجة لده لأن هي كم من الباحثين مش العرب ولا المصريين بس ولكن الأجانب أيضاً اللي تكلموا عن تفكيك الهويات الوطنية بسبب العولمة لأن طبعاً من مبدأ فرق تسد فدي كانت أحد السلبيات ومع ذلك الغريبة إن هذا الخطاب العالمي اللي بيسعى إلى تفكيك الهويات الوطنية ويخليها تتشظى ويخلي فيه هذه الصراع المتأجج يعني حاد ومنضبط في نفس الوقت زي ما بيقول بتوع السياسة ولكن مع ذلك جابت لنا بعض الحلول يعني هي اللي طلعت لنا مثلاً مصطلح رأس المال الاجتماعي ورامت الكورة في ملعب الحكومات أنتوا عندكم في مجتمعاتكم في حاجة اسمها رأس المال الاجتماعي السوشال كابتل وأن انتم عشان تحلوا مشاكلكم الداخلية اعملوا على أنكم تطلعوا هذا الرأس مال اللي كان موجود في تاريخكم وإيه هو الرأس مال ده الرأس مال ده هو شبكة العلاقات اللي كانت بتقوم بين الناس المختلفين المتنوعين وفقاً للعرق والدين والسلالة وإلى آخره اللي هي بتعمل مشكلة الأقليات وأنكم تطلعوه لأنه هو أنتوا أساساً رقمتوه على مدار السنين الطويلة وتشتغلوا به وهو اللي هيحلكم المشكلة وهو اللي هيواجه ما أطلق عليه خطاب القراهية خطاب القراهية ضد المختلفين يعني المختلفين ضد بعض سواء مختلفين في الدين أو غيره من العناصر المكونة لهويتهم فبالتالي رأس المال ده قايم على شبكة من العلاقات المفاعمة بالتسامح تسامح الديني تسامح السياسي تسامح العرقي تسامح ضد المرأة جد كل المختلفين قايم على فكرة قبول الاختلاف وإدارة التنوع وقبول التنوع والتماسك الاجتماعي واللي كنت بقوله حضرتك عليه في الأغنية اللي كنا لسه بنذكرها قبل كده واللي ده كان موجود بين الشعوب الفلاح المصري كان يعني ما يكريش عامل لكن يجيب جاره أيا كان هذا الجار المختلف علشان يساعده في ري أرضه أو في جني محصوله علشان النهاردة أنا عندي أنا أنت بكرة أنا بكرة عندك ومش عارفة اللي إيد لوحدها ما تسقفش تو رأس شعبي موجود في حياتنا اليومية ميراس من رأس المال الاجتماعي اللي رقمته الشعوب عبر تاريخها ممكن نده لقي في بلاد تانية مش بالضرورة أنا بدي أمثلة من مصر عند ده المجتمع اللي احنا بنعيش فيه لكن أكيد أكيد الجنسيات الأخرى أو العرقيات الأخرى أو الديانات الأخرى اللي بتعيش في مجتمعاتها رقمت أيضا رأس مال اجتماعي فهم رأموا الكرة في ملعبنا يعني يشتغلوا من ناحية أنهم يفككوا الهويات ومن ناحية تانية إحنا عندنا حلول وعلى فكرة هي حلول سهلة إحنا فعلا في مصر عندنا رأس مال اجتماعي قوي جدا 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 بنعبر فيه في طرصنا الشعبي في أغانينا في معتقلاتنا في أمثالنا الشعبية بنمرس في حياتنا اليومية وقت الأزمات بنطلع كلنا ونجري ونهب ورأس مال يشترك فيه الجميع طبعا طبعا طالما إحنا على هذه الأرض هو ده رأس مالنا إحنا اللي رقمناه طيب يعني في حيان كثيرة يتم تصوير الأقليات وكأنها تهديد للهوية الوطنية والثقافية كيف يمكن الوقوف أمام ذلك مواجهة ذلك إطلاقا عمر مكانة عمر مكانة الأقليات تهديد للهوية إلا إذا يعني في حد جاء حرك هذه الهويات في اتجاه معين لكن هي عمرها مكان التنوع صراء يعني إحنا كان عندنا مثلا اليهود في مصر تاريخيا يعني لما كانوا موجودين كانوا مصدر صراء إحنا كان عندنا وزير اقتصاد يهودي وكان عندنا صحفيين يهود وكان عندنا فنانين يهود وكانوا مصدر صراء للمجتمع إمتى بدأ يتحرك ده في ظروف سياسية معينة ويتغير ده لما بدأنا نحرك نربط ما بين الحركة الصهيونية وما بين الوجود اليهودي في مصر مثلا اللغة الأمازيغية مثلا حضرتك بتقول إنها بدأت تبقى موجودة في الإعلام بدأت موجودة في ممكن يكون في التعليم على المغرب أنا بتكلم على دولة أخرى يعني فأكيد ده حيبقى مصدر صراء أيضا أكيد فيهم فنانين أكيد فيهم علماء أكيد فيهم خبراء يعني هذا التنوع مصدر لصراء المجتمع وليس مصدر إحنا لما نبص في تراصنا الشعب المصري حنلاقي على مدار يعني إحنا مثلا كان عندنا حضرتك زي ما قلت في المقدمة إحنا كان عندنا يونانيين عايشين في مصر وكانوا مصدر صراء في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والفنية وإيطاليين وأرمن وعندنا جنسيات عديدة جدا جدا لعبوا وهجروا وجموا وعاشوا واندمجوا وأصبحوا جزء لا يتجزأ من صحيح عاشوا في مناطق معينة ربما هي الأقرب على حسب حركة الهجرة ولكن كانوا صراء للمجتمع المصري في أزهع وصوره اللي فيها لبرالية وفيها حرية وفيها 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 طيب خلينا يعني نطرح السؤال بطريقة معكوسة هل التمسك بالهوية القومية يشكل تهديدا لتعايش الأقليات إطلاقا إطلاقا لماذا؟ لأنا عندي لغتي الخاصة طالما باستخدمها طالما أنا أنا هتكلم هنا مثلا يعني أنا هتكلم على المسيحيين في مصر مثلا عندهم لغة لكن اللغة بتاعتهم ما بيستخدموهاش في الحياة العامة طالما هي حكرة علي وباستخدمها فيه تقوصي أو في ممارساتي ففين هنا المشكلة؟ فين هنا الخطر؟ يعني اللغة الأمازيغية لما تستخدم يعني إحنا لما بنروح سيوى مثلا إحنا عارفين إن سيوى أمازيغ ليه إحنا يعني استبعدنا هذه البقعة من التاريخ رغم إنها دلوقتي مصدر مهم جدا جدا للثيحة في مصر ليه إحنا أهملنا هذه الجماعة على مدار التاريخ؟ وجودهم مش مدر احتفاظهم بلغتهم وعلى فكرة لما بنروح سيوى يعني أنا روحت عدد من المرات بيتكلموا اللغة الأمازيغية بينهم وبين بعض لغة ضادة من إنهم يستخدموا لغتهم دا حقهم والحفاظ على اللغة جزء من الحفاظ على الهوية فمان مانع ومع ذلك هي لست مصدر تهديد حتى ونحتفظوا بيها طالما بيحترموا طالما هم برضو إحنا عندنا في علم الاجتماع حاجة اسمها الثقافة والثقافة الفرعية فيه ثقافة عامة بيشترك فيها كل أبناء المجتمع اللغة عامة زي اللغة المصرية العامية المصرية اللي احنا كلنا بنتكلمها فيه ديانتين الإسلام والمسيحية الناس بتمارس ديانتها لكن عندنا حاجات صغيرة فرعية الغجر مثلا في مصر جماعة أقلية هل احنا بنشعر بوجودهم ومع ذلك في مسألة التدين دا هم عندهم إشكالية بس أمرهم مهددوا إشكالية بالنسبة للمصر يعني اللي ما المقصود بيعني يعني هم عندهم شهوية دينية واضحة يعني هم حيث يوجد المسلمين هم مسلمين ممكن يبقى في مكان تاني احنا مسيحيين يعني فيه كتب كتيرة جدا اتكلمت عن الغجر في مصر على فكرة وعندهم ثقافة مختلفة تماما عن المصريين وعندهم لغة يعني ممكن تكون لغة فرعية رطانة مثلا أو لغة سيم مثلا بتكلموا بيه بينهم وبين بعض في أماكن توجدهم وأماكن توجدهم في مصر معروفة معروفة بس للبحثين مش معروفة للمصريين يعني فيه منهم في الفيوم فيه منهم في الخصوص فيه منهم في إنا فيه منهم وهم جماعات تلات جماعات بيشتغلوا تلات مهن حسب مهنهم ليهم مهن معينة ويطلق عليهم الغجر الغجر وغجر مصر ومعروفين أنا من الصعيد وإحنا يعني كنا بنشوف يعني بعض يعني هؤلاء كنا بنطلق عليهم لقب الحلب الحلب موجودين في إنا في إنا لو حضرتك من الصعيد هم موجودين في الصعيد الحلب في إنا والحلب لهم مهن معينة بتوصمهم ومعروفين فيه الغوازي مثلا دي مهنة دول كلهم غجر موجودين في صنباط في بحري مثلا في منهم النور موجودين في ناحية ده منهور وحيتة في البحر برضو هل هناك اختلاف بين غجر مصر وغجر رومانيا مثلا يقال الدراسات بتقول ان في عناصر مشتركة بينهم مثلا في القصل حوالين اصولهم قالوا انها جماعة كانوا هنود عشان كده سمتهم الفيزيقية اشبه بالهنود ففي بعض الناس يقول انهم جاءوا من الهند وتفرقوا في العالم وفي اساطير بقى بتحكي عن اصولهم في ناس مثلا يقولوا دول اليهود هم يهود ودول اليهود اللي صلبوا المسيح واللي دقوا المسامير ونتيجة لانهم عملوا ده تفرقوا في العالم اسطورة اسطورة اسطير اسطير موضوع شيء بس اقلية بس اقلية يكون هناك مجال لبحثه بس هم اقلية اقلية داخل الاقلية لان احنا مش عايزين نبص في مصر على المسيحين والمسلمين ونبص على ان في اقلية دينية لا احنا عندنا اقليات اسطنية وعرقية كتيرة جدا جدا يعني موجودين داخل المجتمع كده وبيعيشوا لكن يعني مثلا داخل المسلمين فيه سنة وفيه شيعة والشيعة مش قادرين ياخدوا حقوقهم في مصر مثلا رغم ان احنا عندنا على حسب بعض الاحصاءات احنا عندنا مليون شيعي يعني مليون شيعي مش عارفين يبنوا مسجد مثلا ودي اشكالية كبيرة جدا ده حق بسيط رغم ان مصر كانت فاطمية وشيعية في عصر كامل يعني على مدار مئات السنين فلا فيه اشكاليات وحتى بين المسيحيين كمان لو حبينا نقول حتى بين المسيحيين ماهو برضو فيه فرق وفيه جماعات طيب هل هناك علاقة بين تصاعد الحركات القومية الحركات الاصولية وتفاقم المشاكل التي يواجهها تواجهها بعض الاقليات اكيد طبعا اكيد طبعا ويمكن مصر دولة يعني حضرتك شفت الاصولية لما ظهرت في مصر عملت ايه في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في مصر طبعا في الجزائر في دول عديدة الاصوليات الدينية اللي عبت دور وانا اعتقد ان الاصوليات تي اللي خرج هذه الاصوليات من مخابئها المارد من الام ام اللي خرج دولة اعتقد برضو دي صناعة خارجية يعني لان انا مثلا فكرة المسألة الدينية في مصر والطائفية ما ظهرتش بس في السبعينيات ولكن في تاريخ قبل كده ومثلا دستور 23 لما جدوا ستور يتعمل رئيس الوزراء عرضوا على مين وقتها عرضوا على مين على الانجليز باعتبار الوجود الموجود في الوقت ده في الوقت ده واتهم قالوا فين دين الدولة وحطوا ان الدين الاسلامي هو دين الدولة فدا كان زريعة لاعتبار ان الدين الاسلامي هو دين الاغلبية وبالتاني كان زريعة لاحداث يعني او بداية التمييز وان الشريعة الاسلامية رغم انها احد مصادر التشريع وغيرت بعد ذلك للمصدر الرئيسي للتشريع فبناء على الدستور إنجلترا عملت كده لأن هي عندها هناك الكنيسة هي رأس الدولة وبالتالي طب فين الدين وده كان في لقطات كتيرة في التاريخ المصري يعني لما جات افتتحت المصرية في أوائل القرن العشرين سوري الجامعة المصرية في القرن العشرين وراحوا يفتتحوها سعد زغلول وأحمد لطفي السيد قالوا لهم بعض الموظفين أو بعض الموجودين زي ما ذكر في تاريخ مصري يعني فين المقرارات الدينية في الجامعة فقال لهم سعد زغلول قولته الشهيرة يعني هذه الجامعة لدينا لها إلا العلم فبالتالي كل الأمور دي لما النزع الدينية أو الهوية الدينية بتطفو على السطح تبتدي تعمل لده فما بالك بقى من حركات أصولية ناشأت وعاشت جوه المجتمع من أسفل فقدرت تحرك المجتمع تعمل حراك من أسفل وتحرك المجتمع تجاه التعصب أولا ثم العنف ثانيا والتاريخ المصري شاهد على ذلك ولكنه يعني كان عنفا موجها إلى ليس فقط يعني الأقليات الدينية ولكن أيضا إلى المختلفين معهم في الرأي طبعا طبعا هذا ما يتعلق بالحركات الأصولية الدينية ماذا عن الحركات القومية؟ طبعا أكيد برضو الحركات القومية أو الأقليات القومية المبنية على القومية زي الأكراد مثلا في العراق زي الحركات دي أعتقد أن برضو المشكلة كانت مشكلة إقصاء لهؤلاء أو لأن إحنا عندنا طريقين لحل مشكلة الأقليات القومية عندنا طريقين إما الاستيعاب الكامل في إطار مبدأ المواطنة إما القوة وإحنا عندنا نموذجين لاستخدام القوة في قمع الأقليات على أساس القومية عندنا نموذجين بدون ذكر يعني هذين النموذجين يعني إحنا عارفين إزاي كانت القوة والعنف أو القصر يعني بلغة السياسة مش العنف بالمعنى المادي ولكن القصر إزاي قدروا أنهم يقمعوا هذه الحركات القومية وفي بعض الدول زي ما حضرتك أشارت أبريكا أن الاستيعاب الكامل قدروا يحلوا مشكلة الأقليات ويحطوهم في إطار الجماعة الوطنية وهو ده الحل الحقيقي يعني الحل لكل النظم اللي فيها قلاق وفيها سراعات وفيها مشاكل طيب هل هناك ربما يعني في عصرنا الحالي هل هناك حاجة لإعادة تعريف مفهوم الهوية العربية بحيث أنها تكون يعني دعينا نقول مثلا أكثر شمولا وقبولا للأقليات بمختلف أنواعها أقليات الدينية الأقليات العرقية الحل الوحيد هو أن احنا يعني نرجع لفكرة الهوية الجماعية أن احنا تجمعنا هوية واحدة وهي الارتباط بالأرض الانتماء لهذا الأرض مع اختلفنا عشان كده الصيحات اللي بتاعله من أجل قبول التنوع وقبول الاختلاف وقبول الآخر المختلف أعتقد أن دي كمان يعني دعوات مهمة جدا على كل الدول وبدأ فيه اتفاقيات دولية معنية بهذا يعني وفيه تجريم لخطاب القرهية وهذا التجريم إذا تم فعلا تفعيله في المجتمعات العربية أنا أعتقد أن احنا ممكن بعد فترة من الزمن لأن التغيير مش تغيير تغيير الثقافي والفكري وتغيير القبول القبول الاختلاف والآخر ده مش هيبقى بين يعني عشية وضحاها يعني ده لازم ياخد وقت طويل وياخد شغل كتير جدا من النظم السياسية ومن منظمات المجتمع المدني وعبر الإعلام وعبر الفنون يعني لسه كنت بكتب حاجة عن الفن ودوره في جمع البشر وتكوين رأس المال الاجتماعي الفن لازم يلعب دور مهم جدا جدا عبر كل الفنون اللي موجودة فيه كتاب مهم جدا يعني كنت بقرأه منذ فترة وما زلت أقرأه وما زلت أستلهم منه بعض الأفكار الكبيرة جدا اللي ممكن تبقى يعني تحل المشكلة دي على كل مستوى المختلفين عن طريق الفن الكتاب اسمه صروة الأمم صروة الأمم الإبداعية كيف تقود إلى عملية التنمية المستدامة عملية التنمية المستدامة لأن كلمة التنمية المستدامة احنا بنستخدمها في إطار ضيق جدا احنا المفروض أن هي التقدم هي التحديث هي الانطلاق هي الإصلاح هي كل حاجة كويسة يعني ما هيش استراتيجيات بنحطها أو بتحطها دول أو بتحطها مؤسسات دولية وتنتهي الفكرة لا ده هي أساس حياة البشر الاستدامة دي يعني وبالتالي إزاي أن احنا الصروات الإبداعية تبقى وسيلة مهمة أن لما يبقى فيه عمل فني يبقى كل المختلفين بيشتركوا في هذا العمل الفني كل واحد بيقدم ما عنده مش باسمه أو بصفته كشخص أو كمختلف ولكن يقدم رؤيته المختلفة في هذا الصدد يعني أعتقد أن الفنون ممكن تلعب دور مهم جدا في هذه الهوية الجماعية اللي احنا بنسعى إيديها الفنون ماذا عن التعليم ماذا عن المؤسسات تعليم طبعا طبعا التعليم هو حجر الأساس في بناء أي مجتمع بس عندما يحصل يحصل المختلفون على كافة حقوقهم عندما يساوي التعليم بين كافة البشر هنا أنا ننسينا نتكلم عن المرأة باعتبارها أقلية مع أنها مش أقلية عددية ولكنها أقلية داخل المجتمع وتعامل أقلية على فكرة لك كتاب يعني حضرتك نعم أنت كتبت كتاب أو صدرت كتاب عن النسوية وما بعد النسوية لأن النسوية ده اتجاه فكري بيدعو إلى المساواة مش عايزة أقول المساواة الكاملة لأن مصر ما بتحبش المساواة الكاملة ومشاقد أن المجتمعات العربية ما بتحبش كلمة المساواة الكاملة كلمة عيب فيش حاجة اسمها مساواة لكن فيه حاجة اسمها عدالة يعني مش إكواليتي لكن فيه إكوتي يعني فيه عدالة فعلى لقل يبقى فيه عدالة لما يبقى فيه نص المجتمع ماهوش أقلية عددية ويعني والمرأة مزالت لا تحظى بكافة حقوقها لا في التعليم ولا في الفن ولا في الفن على فكرة يعني على الرغم من عدد الفنانات كبير في كل مجالات الفنون أو فروع الفن لكن لا تحصل على نفس الفرص ولا نفس الأجور ولا نفس الانتشار للرجال يعني يجي إحصائيات على مستوى العالم مش كلامي يعني المرأة في العالم العربي أقلية؟ من الأقليات؟ من الأقليات من حيث المعاملة مش من حيث العدد يعني مصر تسعة واربعين في المية من سكانها نساء ومع ذلك تعاملها أقلية منقوصة كمان منقوصة حقوقها يعني لا تحظى بحقوق المواطنة الكاملة كأمرأة يعني لأن مبدأ المواطنة بيقول المساواة في التعليم مثلا تعليم النساء مازال لأسباب ثقافية مثلا الوظائف تقلض الوظائف مازالت المرأة محجوب عنها عدد كبير من الوظائف اللي لا تحظى به لسه مازالت في النماطية القوالب النماطية اللي بتصب فيها النساء مازالت النظر إليها لما تبقى مثلا تشتغل شغلة رجالة مثلا سواءت التاكسي أو الميكرو باس أو أي وسيلة مواصلات لسه بنبص للمرأة على أنها غير مؤهلة للقيام بهذا الدور وأنها لما بتبقى يشوفوا مش عارفة الستة عاملة إيه وبتعمل إيه شوفوا الستة عاملة زي الرجالة يعني لسه مازال التمييز لأن التمييز ده يعني أصبح آفة ثقافية الحقيقة في مجتمعاتنا العربية طب دكتورة يعني حضرت كلمتينا عن دور المؤسسات التعليمية ماذا عن دور المؤسسات الدينية؟ طبعا المؤسسات الدينية في الحالة المصرية وفي الحالة العربية مهمة جدا لأن احنا عارفين أن التمييز أساسا يعني للأقليات بناء على التمييز الديني وبالتالي عليها أنها تلعب دور والحقيقة أنا متفألة برضو بالحالة المصرية متفألة أنها في رايحة في اتجاه صح يعني أنا مبارح مثلا كنت في دار الإفتاء المصري وفي ندوة عن الفتوى وبناء الإنسان أنا حسيت أن سياق الكلام ما بين صغار رجال الإفتاء وكبرهم أيضا أن فيه خطاب مختلف خطاب في اتجاه التسامح الديني خطاب في اتجاه قبول الاقتلاف خطاب في اتجاه قبول التنوع والدليل الحضور بصرف النظر يعني عمري ما كنت تخيل امرأة يعني مش محجبة مثلا يعني مثلا تدخل الأزهر أو تدخل دار الإفتاء أو تدخل لمؤسسات الدينية وتعود مع رجال الدين وكبرهم وأتحدثون وأنا يعني اختلطت بعدد كبير جدا من رجال الدين قد إيه في حالة كده أو في ملامح للقبول الآخر المختلف الشيوخ للنساء حتى غير المحجبات إزاي في تسامح في طريقة الكلام إزاي في المعاملة الخطاب نفسه خطاب مختلف عن خطاب لأن أنا الحقيقة يعني أنا يعني أور سكستي يعني عدات الستين فعشت فترة هذا المد العمل شرق فيه العلاقة مع النساء مع المختلفين دينيا في المجتمع المصري بشكل عام لا أنا قادر أحس إن فيه فيه اتجاه نحو حالة من التسامح المختلف فالمؤسسات الدينية عليها دور مهم جدا 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 أنا شايفة إن الحالة المصرية حالة مبشرة بالخير أرجو ألا يعني يتغير الحال يعني وإن الخطاب السياسي عليه دور مهم جدا في هذا الصدق لأن إحنا لما نشوف خطابات سياسية سابقة كنا هنلاقي إن الخطاب السياسي لعب دور خطير جدا في التعليم الديني حتى أو في فكرة إصارة النزعة الدينية أو الإحساس بالذات أو الاستعلاق ضد الآخر المختلف لعب دور مهم جدا في خطرات سابقة في خطرات سابقة لكن الخطاب السياسي الآن الحقيقة يعني خطاب فيه قدر من التسامح وكأنك تشيري إلى فترة الرئيس أنور السادات طبعا طبعا ده مش محتاجة كلام مش محتاجة كلام يعني يعني رئيس أنور السادات رغم أنه هو رئيس وبطل عظيم وعمل نصر مهم جدا وعمل دور مهم جدا لكن خطابه السياسي لعب دور مهم جدا في هذه القضية دور سلبي دور سلبي طبعا طبعا ليه؟ لأنه هو كان دايما بيعلي خطابه يعني لما رئيس الدولة في كل خطاب يطلع يقول أنه أنا الرئيس المسلم لدولة مسلمة يعني كما لو كان بيدي يعني التحالف اللي عملوا مع الجماعات الإسلامية أيا كان السبب سياسي لأنه أكيد فيه وراء مصالح سياسية لكن أنت عارف اللي حصل في مصر في الفترة دي في السبعينيات والتمنيات أنا كنت في الجامعة مثلا في الفترة دي أنا دخلت الجامعة في أواخر السبعينيات على ما جينا 81 كانت الجامعة يعني أنا ما كنتش قادرة أصدق كيف تحولت الجامعة المصرية بهذا الشكل وأنا كتبت مقالات على فكرة عن هذه الحقبة لأن أنا عشتها بقى وشفتها شفتها ما حدش قال لي عليها ولا قررتها في الكتب أنا عشتها دخل الجامعة والجامعات الإسلامية وكافية معاملة هذه الجامعات للبنات الثافرات وتباعة الحركة وتباعة الدور للعب والنظام السياسي في هذه كلام ده كلام يعني كلام معروف مش كلام إحنا بنجني يعني على رئيس ساداتنا هو رئيس عظيم وعمل يعني حاجات مهمة لمصر ولكن في هذا الملف بالذات لعب دور قوة الدين على الأقل أنه سامح لهذا الطيار أنه يتمدد وما حدش قدر يمسكه بعد كده لعقود يعني ما حدش قدر يحجمه وكلنا عايشين وكلنا عيشنا وشوفنا هذه الحقبة التاريخية دكتورة هل يمكن اعتبر الدراسات التي تعنى وتهتم بالنسوية وما بعد النسوية نوع من الدراسات عن الأقليات طبعا لأنها أنا أعتبرها وبقوة دور عنها لأنهم بيعتبروا أن المرأة أقلية وتعامل أقلية مضطهدة مقهورة مستبد بها يعني كل المصطلحات اللي بتنطبق على الأقليات الدينية أو العرقية أو القومية بتنطبق على النساء في العالم وليس في المجتمع العربي وإن كانت المرأة في دول كثيرة استطاعت أنها تحظى بكافة الحقوق حق العمل حق الأجر لكن في مجتمعاتنا العربية مازالت هناك يعني مناطق بعيدة عن أو حقوق بعيدة عن النساء يقال أن هناك استثناءات مثلا تونس آه طبعا تونس بس انت شفت قد ايه طيار الديني لعب دور برضو في محاولة إجهاد التجربة التونسية يعني احنا شفنا تونس كانت هي الدولة العربية الوحيدة اللي بتستثنى من هذا السيناريو ومع ذلك الطيار الديني في تونس لعب برضو دور ليس بالسهل يعني لكن النسوية وما بعد النسوية احنا عندنا دلوقتي كمان يعني دخلت في النسوية ما يطلق عليها نسويات دينية يعني بقى فيها مدارس كتيرة جدا 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 في مجالات كتيرة جدا فبقى في نسوية دينية بتدعو إلى وجود امرأة متدينة بتلعب دور مهمة ولكن لازم تحظى بالحقوق في إطار الشريعة الإسلامية يعني في طيارات كتيرة داخل النسوية لكن النسوية بشكل عام هي حركة ولازم نفرق بين حكتين الحركة النسائية الحركات النسائية والنسوية علشان برضو الناس بتخلط الحركات النسائية اللي هي اللي فيها من اسمها باين فيها حركة فيها نشاطية بتسعى إلى المنادى بالحقوق زي الحركة النسائية المصرية اللي بدأت مع هودة شعراوي استمرت حتى يومنا هذا لكن النسوية هو مجال أكاديمي أكتر بيدرس بيحلل من أين أتى القهر من أين أتى النظام الأبوي إيه هو أصل النظام الأبوي لماذا تفوق الرجال على النساء لماذا اعتبرت النساء أقلية في المجتمعات لماذا لم تحظى النساء بالحقوق بكافة الحقوق لا المدنية ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية على مدار التاريخ فهو بحث في الأصول القهر بحث في أصول الاستعباد الإسقصاء هي دي معنى النسوية طيب يمكن حضرتك في البداية أشرتي إلى بعض التأثيرات والانعكاسات التي جاءت مع العولمة يعني تأثير العولمة تأثير يعني حضرتك أشارتي وفي أشارتك لمست أنها أن العولمة لعبة دور سلبي في مسألة تأجيج العلاقة العلاقات داخل المجتمع وإثارة النعرات الطائفية والعرقية وإلى آخر لكن في نفس الوقت لها وجه آخر لها وجه إيجابي آخر طبعا أليس كذلك؟ طبعا أنا أشارت لحضرتك أن العولمة جاءت بأفكار للعالم جميلة حقوق الإنسان حقوق الإنسان المعاهدات الدولية اللي أطلقتها الأمم المتحدة على مدار تاريخها من بعض الحرب العالمية التانية حتى يومنا هذا حقوق الأقليات حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق المعاقين ودي المجتمعات عمالة تدخل تباعا يعني حتى أصغر المجتمعات يبدأ يدخل طرف في هذه الاتفاقيات ويفعلها فطبعا لعبة دور مهمة في هذا الصدد غيرت وجه العالم الإنترنت والإنفتاح وأصبحنا عالم المعرفة لكن في نفس الوقت اللي حصل فيه التقدم التكنولوجي الهائل ده والمعاهدات دي إلى أن على الجانب الآخر إحنا مش لقيين مرضود إيجابي لكل هذه الدعاوة يعني على سبيل المثال بما أننا كنا بنتكلم على المرأة مصر وقعت وصدقت على اتفاقية عدم التمييز أو إلغاء التمييز ضد المرأة من سنة 79 دخلت الاتفاقية 79 وصدقت عليه 81 يعني إحنا بنتكلم في كم سنة يعني سنين طويل يعني كم عقد من الزمان يعني أربعة توقود حتى يومنا هذا لم تفعل كافة بنود الاتفاقية تم تفعيل بعضها الحقيقة يعني ومع ذلك ما زالت هناك إشكاليات داخل المجتمع بسبب الثقافة مش بسبب الاتفاقية بسبب الثقافة بسبب ده بسبب الفكر لأن إحنا عندنا في علم الاجتماع في مقولة شهيرة كده الناس كما تفكر تعيش إحنا ما بنغيرش الفكر لما نغير الفكر الناس تتغير السلوك يتغير لكن إحنا ما بنغيرش الفكر إحنا بنغير المجتمع يعني بنجمله لكن ما بنغيرش يعني عقل المجتمع يعني وده ده اللي محتاج جهد جهي طول ما إحنا ما بنغيرش الفكر تجاه المختلف سواء بقى كانت المرأة سواء كانت الأقليات الدينية العرقية ما بنغيرش فكر المجتمع ومين بقى اللي بيغير فكر المجتمع مؤسسات التنشيئ اللي حضرتك أشارت إليه الإعلام التعليم الأسرة كمان الأسرة الأسرة حصل فيها شرخ كبير جدا في تربيتها لولادها وفي تنشئتها ويعني الأسرة دي كانت هي المنشئ الأول هي المهد والملاز هي اللي بيكون العلاقة مع المجتمع ومع الآخر الحقيقة هي تخلت عن كتير من أدوارها فالأسرة الإعلام المدرسة الجمعة لم يعود التعليم هو التعليم وأنا عندي تحفظات كتيرة جدا أنا بشتغل أهو في التعليم لكن أنا عندي تحفظات على التعليم كان زمان طه حسين بيقول أن الجامعة هي أشمل شموس المجتمع لم تعود الجامعة أشمل شموس المجتمع اللي بتنور العقول لم تعود هي منارة العقول لم تعود الجامعة وأنا يعني لا أخجل من أن أنا أقول ده لأن إحنا يعني زي ما بيقول بتاع علم النفسي أو بتاع الطب النفسي يعني إذا ما اعترفش المريض بمرضه مش هيخاف وبالتالي لو إحنا ما اعترفناش أن فيه إشكالية في التعليم المصري مش هنحل المشكلة التعليم مازال بعافية رغم الجهود رغم الجهود لا المسألة مسألة بونا أبنية لا المسألة مسألة مناهج إحنا عندنا أبنية ممكن ما تستوعبش كل الأعداد لكن عندنا أبنية على الأقل عندنا تعليم خاص تعليم أمريكان وتعليم مختلف يعني من حيث الأبنية لكن عندنا إشكاليات كبيرة جدا في إعداد معلم مثلا إعداد معلم واعي قوي قادر عنده معرفة عندنا في الجامعة إشكاليات كبيرة جدا في نوعية الجيل الجديد اللي طالع من الأسدزة غير مؤهل على الإطلاق لما نقرأ في تاريخ الجامعة ونشوف الأعلام وكبار العلماء اللي درسوا لنا ونشوف المستوى اللي وصلنا اللي لا حنلاقي إجاب كبيرة جدا الحقيقة إحنا لازم نعرف ده كويس وأيضا يعني ده بينسحب على أنه ربما هناك حالة إنكار في المجتمعات العربية لوجود مشكلة تتعلق بالأقلية تليس كذلك يعني بعض المجتمعات العربية تمارس الإنكار الإنكار تمارس الإنكار رغم أنه ده واضح للعيان يعني ده مش محتاج أن الدول تنكر وعملية الإنكار دي أمرها ما هتحل المشكلة يمكن ده أحد أسباب تفاقم المشكلة إنكار وجود المشكلة طب لماذا الإنكار؟ هل هو خوف يعني ربما من خسارة مكاسب من الأغلبية لصالح الأقلية؟ ربما خوف خوفها ربما تحت ضغط قوة أعلى أو قوة خارجية هي مش قادرة تعمل ده وإحنا عايزين نقعد نسأل نفسينا لماذا استخدم سلاح الأقليات لإحداث مثل هذا السراع؟ يعني أنا يعني يقال أن مثلا فكرة الأقليات الدينية استخدمت من قبل قوة خارجية لإحداث القلاق في المنطقة يعني قيلة عن كيسينجر مثلا في السبعينيات عبارة يعني أنا متأكدة لكن قيلة يعني في الأدبيات أنه قال سنغرق هذه المنطقة في الحروب الدينية وبالتالي لأنها كلها يعني معظمها أقليات دينية ما الذي حدث في لبنان ما الذي حدث في العراق ما الذي حدث في السوريا ما كان يسعى إليه البعض أن يحصل في مصر وعلى فكرة كتير من الأعمال الدرامية أكدت على ده يعني فنان محمد صبحي مثلا عمل مصرحية في التسعينيات في منتصف التسعينيات اسمها ماما أمريكا مثلا فكرة العربية اللي تكسارت دي أو تفكيكت وجدت أمريكا علشان فكرة تفكيك الهويات الوطنية العولمة وتفكيك الهويات الوطنية يعني أدبيات كتيرة جدا اتكلمت على العولمة ودورها في تفكيك الهويات الوطنية وبعدين الإرهاب العالمي ده كان صناعة إيه صناعة خارجية صناعة أمريكية في المقام الأول يعني هذه الصناعة السلاح اللي استخدمته في المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى فكرة ده مش كلامي ده كلام بحسين مش عرب بحسين أجانب يعني لسه كنت بقرأ مجموعة السيولة لعالم الاجتماع البولندي زيجموند باومان زيجموند باومان عمل كتاب اسمه الحداثة السائلة الحداثة دي يقصد بيها العولمة الحداثة السائلة إزاي العولمة حولت كل ما هو صلب داخل المجتمعات العربية وغير العربية والعربية تحديدا حولت هذه الصلابة إلى سيولة فككت كل ما هو صلب بدءا من العلاقات داخل الأسرة وانتهاءا إلى العلاقات الاجتماعية الكبيرة اللي بين الجماعات اللي بتشكلوا الوجود الاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات وبالتالي تفكيك هذا الوجود هو بسبب أو عن طريق إثارة الأقليات ضد الأغلبيات فده الوجه السلبي للعولمة وإن الإرهاب هذا والفكرة الحرب على الإرهاب اللي كانت الدول الكبرى بتعملها ما هي ده كلام مش حقيقي ده جزء من السيولة اللي حصلت فيه هذه المجتمعات يعني أتمنى إن المصريين يعني يقرأوا مش المصريين كل المجتمعات مين اللي بيقرأ في التراص الأدبيات ده مين فئة قليلة جدا من المثقفين مش هقول المتعلمين يعني أنا لما أوقات لما أجيب سلسلة السيولة دي لأنه هو عمل مجموعة تدلنا على العالم ده إزاي بيعيش الأول الحداثة السائلة الشر السائل الخوف السائل المرأبة السائلة إحنا بقينا محاطين بالشر السائل الحياة السائلة إزاي كل ما هو صلب المجتمعات كانت صلبة حتى في وجود الأقليات لأن الأقليات كانت زي ما اتفقنا في الأول إنها كانت مصدر للصراء المجتمع فكانت المجتمعات صلبة لكن تحولت الصلابة دي إلى سيولة لما تفكت المجتمعات فبقت فيه ميوعة بقت فيه حالة كده يعني ميعة حالة سيلة أو بيسميها حالة ميعة أو سيلة في مجتمعات اللي هي بيسميها ما بعد العادية يعني بحسين أقارين فهما الأجانب هما اللي كتبوا ده مش إحنا كمان اللي بنقول عشان ما يقولوش نظرية المؤامرة يعني طيب بعد 2011 يعني بعد ما سمي بالربيع العربي حصلت ثورات في بعض البلدان العربية حصلت حصل هجرة أو اغتراب من العديد من مواطني تلك الدول إلى دول أخرى كيف ترين أثر هذه الموجة التي يعني وقعت وحدثت في 2011 على مسألة مشكلات الأقليات في العالم العربي أعتقد أن الخوف كان أحد الأسباب الأساسية لهذا الخروج الكبير إذا شئنا أن نسميه الخروج الكبير بعد 2011 الخوف من الوضع لأن أنا وأنا أقلية في الوضع المستقر كنت بعاني من بعض الظروف الصعبة فما بالك بقى وأنا في وضع غير مستقر ووضع غير آمن فبالتالي ده كان يعني أعتقد أنه ده كان مخرج للأقليات لأنها تحاول أنها يعني تخرج من هذه الحالة الغير مستقرة يعني شفنا ده في مصر شفنا في سوريا تحديدا يعني كم السوريين اللي هجروا شفنا في العراق العراق تكاد تكون تخلو من بعض الأقليات تكاد تكون تخلو يعني وده فراغ للدولة ده مش ميزة ده أحد الأيوب الحطيرة جدا أن هذه الإعداد الغفيرة تخرج تحت بقى مسمى الخوف تحت السعي وراء حياة أكثر أمنا الحياة أكثر استقرارا وبالتالي الربيع العربي عمل هزة جوة المجتمعات اللي عمل فيها هزة إحنا كلنا شايفينها ولمسين تداعياتها على الأقليات وعلى غير الأقليات الحقيقة يعني دكتورة سامي قدري شكرا جزيلا لك شكرا حضرتك